اجتمع وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد مع وفد إيراني انضم محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية ومسؤولين إيرانيين بحضور محافظي ورؤساء الإدارات المستقلة في إقليم كردستان واجر خلال اللقاء بحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاقتصادية الأولى التي تم توقيعها بين الجانبين في مدينة أورمية العام الماضي وقال محمد صادق محافظ أذربيجان ان الاجتماع الاقتصادي الثاني لمحافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع أقليم كردستان مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مؤكدا أتطلع لتطوير الترانزيت والتصدير ولتحقيق هذا الهدف يجب استكمال البنى التحتية الحدودية وأن يكون نشاط المنافذ الحدودي على مدار الساعة سوى لأيام الأسبوع كما كان الحال في الأشهر القليلة الماضية من جانبه قال محافظ أربيل أوميت خوشناو نريد توسيع العلاقات الشاملة مع إيران لأننا نعلم أهمية هذا التعاون في تحصين الظروف المعيشية للشعب وجرى أيضا بحث تهيئة الظروف لاستقبال الزائرين الإيرانيين خلال زيارة محرم في العراق وملفات تجارية أخرى